اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من سلسلة جديدة على قناة اي جينيرسولوجي والنهاردة اجاوبك على سؤال من اشهر اسئلة الانترفيو اللي ممكن تتسئلها في اي مكان تروحه السؤال بيقول ازاي تستلم وتسلم مريض عندك في العناية او اي اسم تاني في المستشفى اجاوبك على السؤال ده في 30 خطوة بس ما تتخضش من الرقم بس اكمل معايا الحلقة لحد الاخر ويتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله رقم واحد بيشانت نيم بتشوف اسم العين الرباعي من الاي دي اللي لابسه اللي هي الاسهورة بتاعت العين تاني حاجة بيشانت ايج عنده كم سنة تالت حاجة ديت اوف ادمشن تاريخ دخوله للعناية رقم اربعة دكتور نيم اسم الدكتور اللي استقبل العين رقم خمسة بيانوزز ايه هو تشخيصه رقم ستة هستوري التاريخ المرضي بتاعه سبعة اون ادمشن ايه هو السبب اللي خل العين يدخل الرعاية يعني مثلا واحد هما تمسز بيرجع دمه تاني حاجة ار ايف جريت واحد او اتنين او تلاتة عنده فشل في التنفس من الدرجة الاولى او التانية او التالتة تالت حاجة الريستد داخل الطوارق وقلبه متوقف رقم اربعة دك ايه عنده الحمد الكتوني سكري كل دي اسباب مشهورة عشانها لازم العين يتحجز في العناية رقم تمانية جلاسكو كوماسكيه دم قياس من خلاله بنقيم مستوى وعي العين ازا كان واعي ولا لا فغيبوبة ولا لا هو بيتكون من اربع حاجات اساسية واحد الاي تقييم العين تاني حاجة موتور تقييم الحركة تالت حاجة فيربل تقييم الكلام رابع حاجة جريمس تقييم تكشيرة الوش التقييم ده بيرجع حسب العين لو العين عندك بمعنى انه مش مركب اندو تركال تيوب الانبوبة الحنجرية في الحالة دي هتستخدم الاي والموتور والفيربل طب لو العين ده بمعنى انه مركب اندو تركال تيوب الانبوبة الحنجرية في الحالة دي هتستخدم الاي والموتور والجريمس مش هنقدر بنستخدم الفيربل علشان مش هيعرف يتكلم فبنستخدم الجريمس مكانه عشان نقيم تكشرة وش العيان ودي ليها جدول هبقى تكلم عنه في حلقة الوحدة استنها عشان قريب اوها تنزل رقم 9 بنشوف الاعلامات الحيوية زي الضغط والحرارة وضربات القلب ونسبة السوائل في جسم العيان بتعرف تيس الفيتالسينس ولا لأ هو انت لسه هتفكر تعالنا نتكلم عن حاجة حاجة رقم 1 البلات بريشر وده بنختصره في البي بي بنشوف الضغط اللي كان داخل بيه كام وتعرف هو كان هايبوتينشان واطي ولا هايبوتينشان عالي ولا نورمل طبيعي ولو كان الضغط واطي او عالي اتصرفت معه ازاي ودلوقت الضغط وصل لكام رقم 2 وده بنختصرها في كلمة بنشوف درجة الحرارة اللي كان داخل بيها كام وتعرف هي كانت هايبوسيرمية يعني درجة الحرارة قليلة ولا هايبارسيرمية درجة الحرارة عالية ولا دخل في فيفر حمى ولا نورمل طبيعية ولو كانت الحرارة قليلة او عالية او عنده حمى اتصرفت معها ازاي ودلوقت الحرارة وصلت لكام ثلاث حاجة هارت ريت وبنختصره في الاتش اوار بنشوف معدل ضربات القلب كويسة ولا لا وتعرف هو كان تاكي كارديا يعني زيادة في ضربات القلب ولا برادي كارديا انخفاض في ضربات القلب ولا نورمل طبيعي ولو كانت ضربات القلب زيادة او ليلة اتصرفت معها ازاي ودلوقت ضربات القلب وصلت لكام رقم اربعة سنترال فينس بريشر ودي بنختصرها في السيفي بي بنشوف لو مركب سيفي سي ودي اختصار سنترال فينس كاستر الاسطار الوردية المركزية واللي من خلالها بنظر نقيس السيفي بي نسبة السوال في الجسم المطلوب منك هتسأل اول اياس للسيفي بي كام واخر اياس كام ونعرف العيان ده عنده هايبوفوليميا نقص سوال ولا عنده هايبرفوليميا زيادة السوال ولا نورمل طبيعي لازم تعرف لو قلت عن كام نعوض ولو زادت عن كام نبلغ وهلينفع نعوض للعيان ولا لا انت فاهم ولا انا مش عارف اشرح انت زي الفل زي الفل عن نسباع ما تسمعش كلام حاج رقم عشرة الادوية اللي العيان ماشي عليها وخاصة المضادات الحيوية وادوية السيولة رقم واحد لازم تتأكد من اسمها الادوية تاني حاجة تتأكد من الادوية اللي مكتوب جنبها دي سي يعني مش هتدهل العيان او مكتوب جنبها مؤجل والمهم جدا تعرف مؤجل لحد امتى بالزبط او على حسب الدكتور ثالث حاجة لازم تتأكد ان كل الادوية موجودة مفيش حاجة نقصة ولو في حاجة نقصة تسأل خلصت امتى وبلغته الدكتور ولا لا وبلغت اهل الحالة لو هتطلبه عشان مش موجود في المستشفى رقم اربعة تتأكد من جرعات الادوية وتاخد بالك من تغيير الجرعات خمس حاجة تراجع تركيبات المحلي الكويس وبتتاخد على مدار كم ساعة وبمعدل كم نقطة في الدقيقة ندخل على رقم 11 ايه الوصولات اللي متوصلة لعيان زي مثلا الرايل ريل للتغذية تاني حاجة بريفرال كانيولا كانيولا طرفية يا اما في الدراعة او الايد او الرجل تلاتة جاكيولار كانيولا الكانيولا اللي بتتركب في الرقم رابع حاجة السيفيسين الاصطار الوردية المركزية خمس حاجة شيس تيوب التيوب اللي بنركبها في الصدر سادس حاجة درنقة بيختلف مكانها حسب العملية سابح حاجة الاندوتراكال تيوب الامبوبة الحنجرية تمانية تراكوستومي الشق الحنجرية تسعة فولي كاستر اصطارة فولي عشرة سيليكون كاستر اصطارة سيليكون اكسجين سورس مصدر اكسجين وبنسأل متوسط على ايه بالزبط يا اما واحد نزل كانيولا اتنين سيمبل فيس ماسك تلاتة نيبولايزر ماسك اربعة فينتوري ماسك خمسة نان ريبريسنج ماسك ستة سباب سبعة متوصل على جهاز التنفس الصناعي تعالى بقى في الحتة الصغيرة اللي على يمينك اقول لك على الاسئلة اللي هتسألها بنسأل على تاريخ التركيب او التوصيل واخر مرة تغير عليها امتى ولو فيه اي حاجة ابنورمال غير طبيعية حصلت تعالى برضو في الحتة الصغيرة اللي على شمالك هقول لك على ملحوظة بالنسبة للكانيولا او الدرنقة تبقى تسأل هيارك بفين خلاص ندخل في رقم اتناشر فيدنج هنسأل على اربع حاجات رقم واحد بي او ودي اختصار بير اورال بيتغزى بالفم بنشوف العيان هل هو كونشوس واعي وبيعرف يبلع الاكل الواحده ولا مش واعي وده لازم نركاب له رايل وده عبارة عن طيوبة بتوصل للمهدى علشان نغزى بها العيان بتسأل في خمس حاجات رقم واحد نوع الفيدنج بتاع العيان تاني حاجة بنشوف الكمية اللي بياخدها وايه اللي ماينفعش ياكله بنعوضه بشربه مية ولا لا بنعوضه بمحلول جفاف ولا لا رقم اتنين نوع او بي ودي اختصار نوع بير اورال ماينفعش ياخد حاجة بالفم لو العيان مثلا عنده هيمة امسز بيرجع الدم من الفم بيكون العيان مركب رايل بنجيب كيس جامع البول فاضي ونوصله بالرايل ونفتحه على الكيس بنسمي الحالة اوبن رايل بتسأل بق من امتى اوبن رايل وفضل قد ايه اوبن رايل وبيجيب كتير ولا لا ولون الجسر الكونتينت اللي خارجه من المعدة ايه بتسأل عملتله جسر كوش غسل مادة ولا لا ولو عملت طلع كيلير ولا لا رقم ثلاثة اي في بيتغذب الوريد زي مثلا اتبئن او محلول بتسأل على كم حاجة واحد بياخد قدية وعلى مدار كم ساعة ولا يتكرر تاني ولا لا رقم اربعة فاستينج صايم نسأل هو العين صايم عشان هيعمل تحليل معين ولا علشان هيدخل العملات مثلا بتسأل بقى هيفضل صايم لحد امتى واعوضه بالتغذية امتى وانعوضه بايه رقم ثلاثة ايه المحليل او الادوية اللي ماشي عليها العيان بمعدل معين الجزء الاولى المحليل اللي ماشي عليها زي مثلا محلول الملح محلول الجلوكوز محلول الرنجر او اي نوع محلل تاني نتأكي من المحلول اللي ندي للعيان من حيسه رقم واحد اسم المحلول وتركيزه ولونه تاني حاجة تاريخ فتحه وصلاحيته تالت حاجة هندي للعيان قدقية رابح حاجة ماشي بمعدل كم نقطة في القدقية خمس حاجة متضافة على المحلول ادوية ولو متضافة ايه هي الادوية هلأ يتكرر تاني ولا لا وفي اي حاجة حصلت ابنورمال غير طبيعية وهو متعلق للعيان يا عام سجاير سجاير للبراندس ما بشربش طلع له طلقتين نجار جاشهم الجزئية التانية الادوية عالية الخطورة زي الليبو او النيترونال او الدوبتامين بنتأكد من كم حاجة مهمة اول حاجة اسم الانبول تركيزه كم انبول ومتخفف على محلول ايه وكم سمتي ويفضل ماشي عليه لحد امتى ويتكرر تاني ولا لا رقم اربعة عشر بتشوف الاس بي اوتو على المنطر طبيعية ولا لا طب الساتيوريشان ما نزلش منك على مدار الشفت طب لو نزل اتصرفت معاك زي وايه السبب اللي خلا نزل بتشوف الاعيان ده على الروم اير هو الغرفة ولا على نزل اكسجين وكم لتر ولا ماسك اكسجين وكم لتر تاني حاجة اتحط على السبب قبل كده طب لو اتحط اتحط كم ساعة وكم مرة اتحط على مدار الشفت واتحط عليه تاني ولا كده خلاص تالت حاجة اتوصل على ميكانيكا الفنتليتور جهاز الفنت ولا لا طب لو اتحط اتحط امت العيان واتحط ليه اسم المود اللي متوصل عليه طب المود تغير واللافظ المستمر عليه لحد دلوقتي رقم اربعة بتدي اي سيديشن ادوية اتناين بها العيان خمسة التيوبة متثبت على رقم كام رقم ستة عشان تفهم من نقطة دية ده هجبها لك من البداية خالص التيوبة بيبقى فيها بلونة من خلالها بنظر نسبتها كويس بتتأكد انها منفوخة من خلال القف انه منفوخ ولا لا علشان ما تتخلاش منك وتوقع عليك الشفت من اوله رقم سبعة في اي حاجة حصلت او نورمال غير طبيعية عشان تفهم الكلام ده هتلاقي موجود على القناة سلسلة شرح جهاز التنفس الصناعة او ممكن تدخل على اللينك اللي هسيبولك في اول تعليق عشان ما تدخش عليها كتير رقم خمسة عشر الساكشن هو العيان مطلوب له ان اكتشافت له ولا لا طب لو مطلوب رقم واحد ايه نوع الاصطار اللي بتيتستخدمها اتفتحت امتى وهي متغلفة كويس عشان ما تلمش انفكشن عدوى تاني حاجة بتشافت كل قدام يعني كل ست ساعات او تمام ساعات او اتناشر ساعة ولا بتشافت على حسب احتاج الحالة تالت حاجة لما بتشافت له الساتوريشن كان ينزل منك طب لو كان بينزل اتصرفت معاك ازاي الهارتريد اخباره ايه ما نزلش منك برادي الكاردية ضربات القلب بقلت عن الطبيعي طب لو نزلت اتصرفت معاها ازاي رقم اربعة لما بيجيب افرازات بيجيب كتير ولا قليل ولا مش بيجيب خالص ولون الافرازات ايه طب بيجيب دمه وانت بتشفط له ولو بيجيب بيجيب بلاخته الدكتور ولا لا خمسة اخر مرة شفط له امتى يا عم احنا لاز حميز انا راجل حمار والبي راجل جحش بس التقالب بيه بخ انا بلاش كلبولا الكلام بتاعنا كلام السهل السلم عشان تفهم التشفيت اكتر هتلاقي حلقة شارح فيها كل حاجة عن التشفيت موجود على القناة او ممكن تدخل على اللينك اللي هسيبولك في اول تعليق مع اللينك الاولاني خليك فاجئ ستاشر لابس بتشوف المعامل المتسجلة ولا لا المعامل اللي اتسحبت للعيان زي مسلا واحد سوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وكلورايد وفوسفات وماغنيسيوم دي كلها تحليل تاني حاجة صورة الدم الكاملة تلت حاجة تحليل غازات الدم الشيرانية أربعة ليبر فانكشن تيست تحليل وظيف الكبد خمسة رينال فانكشن تيست تحليل وظيف الكلا ستة سيريد فانكشن تيست تحليل وظيف القدة الدرقية سابع حاجة كاردياك انزيمس تحليل انزيمات القلب بجانب بقى طبعا صحب عينات الكاليتشر اللي هي المزارع زي مثلا البلد كاليتشر مزرعة الدم يورين كاليتشر مزرعة البول مزرعة البراز بتسأل كمان هو العيان اتعوض له حاجة ولا لا يعني مثلا العيان اتسحب له صوديوم وبوتاسيوم ولقيت البوتاسيوم واقع فالمفروض هنا هنعوض للعيان وبوتاسيوم فتسأل اتعوض كم أمبول بوتاسيوم وتعوض على محلول ايه وعلى مدر كم ساعة ولا هتكرر تاني ولا لا من ضمن التحليل المهمة اللي لازم تسأل فيها كويس هو تحليل اي بي جي بنشوف اول واخر اي بي جي معمول ومتسجل ولا لا هو كان كويس ولا في مشكلة طب لو حصل مشكلة والحالة طلعت مثلا ريزبيراتوري الكالوسيز او اسيدوزيز او تطلع ميتابوليك الكالوسيز او اسيدوزيز ودول بيندرجوا تحت اربع حالات كومبانسيتد والان كومبانسيتد والبرشيال كومبانسيتد والميكسيت او كومبيند ما تنساش تشوف الانين جاب علشان اوفر عليك مجهود واثر عليك الطريق لازم ترجع لحالة ازاي تكره ال اي بي جي جهازات الدم الشريعي هتلاقي الحالة موجودة على القناة او تدخل على اللينك اللي هسيبهولك في اول تعليق برضو بعد ما لقيت المشكلة اتحلت ازاي نشوف ال بي او تو وده اختصار بارشال بريشال او اكسجين تنشان ان ارتريال بلود نسبة الاكسجين الموجودة في الدم الشريعي الطبيعي من تمانين لمية الا مش طبيعي بقى لو قل عن التمانين لو قل عن التمانين بنسميها ميلد هايبوكسيميا تبلو قل عن السبعين بنسميها مدريد هايبوكسيميا تبلو قل عن الستين بنسميها سفير هايبوكسيميا خد بالك بقى لو العيان كبير في السن مش هيوصل حتى لغاية التمانين رقم سبعة عشر بلود جروب بتتأكد من فصيلة دم العيان ودي صورة مجمعة فيها فصيل الدم بتوضح لك الفصيلة اللي ينفع تدي للفصيلة التانية او تاخد منها بما اننا اخوات مش هبخل عليك بالمعلومة دي ورب اخل لك لم تلده اختك الكلام ده ينفع في حالة ان العيان فقط دم كتير وانت محتاج تعوضه بسرعة انما الصح ان كل فصيلة تدي اختها يعني ايه موجب تدي للايه موجب ايه سالب تدي للايه سالب وهكذا رقم تمنتاشر بلود برو داكتس وهنا هتكلم عن ثلاث حاجات رقم واحد البلود بتسأل هو العيان نقل دم ولا لأ ولو نقل واحد اديت ادوية قبل او بعد النقل اتنين نقل كم كيس تلاتة على مدار كم ساعة اربعة ماشيت الدم مع محلول ايه ويتنقله دم تاني بعد كده ولا لأ ستة ظهرت اي علامة من علامات الترانسبيوجن ري اكشن وانت بتنقل الدم زي واحد هدك صداع تاني حاجة باكبين الم في الظهر ثلاثة نوزيا وشورتنس اف بريس غسيان وضيء في التنفس فيفر حم خمسة بين او بيرنينج اد ترانسبيوجن سايت العيان حاسس بالم او حرقان مكان النقل اخر حاجة سويلينج اد ترانسبيوجن سايت في ورن مكان النقل رقم اتنين البلازمة بتسأل هو العيان نقل بلازمة ولا لا ولو نقل نقل كامكيس على مدار قد ايه وهينقل بلازمة تاني ولا لا ثلاثة بلات لات بتسأل هو العيان نقل صفايح ولا لا ولو نقل نقل كامكيس على مدار قد ايه وهينقل صفايح تانية ولا لا تسعة عشر فريدج بتسأل فيه اي حاجة للعيان في التلاجة زي مثلا دم بلازمة ادوية عشرين بتشوف خارجة السوائل بتاعت العيان واحد الفلويد تشوف السوائل من حيث الانتيك اللي دخل قد ايه والقود بط واللي خرج قد ايه ونقدر نحدد البوسيتف بلانس والنيجاتف بلانس ودي مهمة جدا لعيان الرعاية وعشان تفهم الكلام ده هتلاقي الحلقة موجودة على القناة اول تدخل على اللينك اللي هستيقول لك في اول تعليق مع باقي اللينكات اللي انا ساعدها لك في الاول تاني حاجة بنشوف الدرنقة جابت قد ايه بنشوف السوائل اللي بتخرج لونها ايه لو العيان مركب شستيوب تشوف هي متصفرة لحد كام طب في حاجة حصلت ابنورمال غير طبيعية معاك ولو حصل بلغت الدكتور تالت حاجة بنشوف العيان ده باص ستول بيجيبه راز ولا نوب باص ستول مش بيجيبه راز الجزئية دي مهمة ليه لان من نوبة السرير العيان بيجيله رقم اربعة انما هتسأل برضو هو العيان مطلوب لحونة شراغية ولا لا طب لو مطلوب اتعمل له انما ولا لا وبتتعامل كل قد ايه وبتضيف حاجة على الانما ولا لا ولو بتضيف بتضيف قد ايه اخر حاجة كل مرة الانما كانت ايه يعني كلير ولا في ملينا يعني نزيفة عن طريق الشراغ واحد وعشرين بلانينج خطط من للعيان ايه اتنين وعشرين في لوقب اهم حاجة اتباحها مع العيان ايه ضغطه مسلا لو واطي او عالي العيان بيجيب يورين ولا لا تلاتة وعشرين فور بلانينج لو في اي حاجة نعملها للعيان مسلا هنرد العيان للتخصص معين تحاليل نسحبها اشعة نعملها 24 كونسلتينت عملت اي عراضات للعيان يعني مثلا عرض كلا عرض كبد عرض قلب وصدر 25 ايه الاشعاعات اللي عملها العيان زي مثلا شيست اكسرين اشعة على الصدق سيتي برين اشعة مقطعية على المخ بتسأل انت بق اتعملت امت وطلع فيها ايه وفي متابعة ليها ولا لا وعدد الافلام اللي عملها كام ستة وعشرين بتسأل فيه كرح فراش ولا لا ولو فيه بتسأل اول حاجة هم من الدرجة الكام تاني حاجة عددهم كام واماكنهم تلات حاجة بتستخدم ايه في الغيار عليهم وفي حاجة خلصت معاك او حاجة نقصة اربعة بتقلب العيان كل قد ايه وعامل خارطة التقليب للمريض ولا لا خمسة حاطة مرتبة هوائية ولا لا انا مش عارف انت فردت منه ولا ايه اجمد كده سبعة واشرين كير اتعمل له كير كويس ولا لا عايزك تدلع العيان وانت بتعمل له كير يعني تحط له مثلا بيرفيوم تخلي عريس كده يعني ترجع له ايام بابه تمانية وعشرين اي ادوات شخصية مع العيان زي طقم الاسنان او سماعة الازن لو فايقوا بيستخدمها اوكي مش فايقوا على جهاز الفنت مسلا اتأكد ان اهل العيان استلموها وموضيين عليها او تحطها في الامنات بس في نقطة موما عايز اكلمك عليها لو الحالة ست اخلع الدهب اللي لابساه وسلموا الاهلاه وموضيهم على السلام وتبقى معاك صورة محتفظ بها تسع عشرين دوكمنتيشن هتكلم منها في حاجتين رقم واحد لازم تكون مسجل كل الكلام اللي قلنا ده في ملف العيان وطمد عليه عشان يضمن حقك رقم اتنين المفروض ان كل العيان ليه ملف مالي بس قولتك انك تخلصه قبل ما تسلم العيان بتسجل فيه المسلجات بتاعة العيان اللي انت استهلقتها في شفت بتاعك زي الادوية والمستزيمات الطبية والاشع والتحاليل وغيرها المهم الملف ده بينزل الحسابات عشان لما العيان يخرج من العناية سابق عايش او ميت اهل الحالة يحسبوا على المستهلكات دي ودي مجموعة صور من جوه الملف نفسه ممكن تبص عليها رقم تلاتين والاخير هل لديك اقوال اخرى تسأل زمير اجبا نفسك تقول حاجة تانية عن الحالة قبل ما تمشي بعد الاسئلة اللي انت نعمل حاجة ما تعجبكش وبكده خلصنا تلاتين خطوة ايه رأيك بقى سهلة صح؟ ايوة اخر جوزية نختم بها الحالة يا عم والله اخر حاجة وهنخلص في كلمة تلخص لك الكلام ده كله هي ايه بقى اي اصبار يا عبارة عن جدوى من خلاله بنقدر نسلم الحالة صح؟ هو مختصر حاجات كتير انت ممكن تبص على الصورة دي ايد وتقرأ اكتر عنها الحلقة خلصت على طول كالنس والله اطول معك شوية بس الم حكتي واتوكر على الله ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتنزل تبص بص على مصادر علشان احبك واجب ناس تحبك اه 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 اتبصت يا سيدي اه اشوفك الحلقة الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة